بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الرابعة الموازنة الشملة ومحزبة المسؤولية مثال تطبيقي على الموازنة الشملة قبل تناول المثال التطبيقي يتم عرض كيفية أعداد كل موازنة على النحو التالي أولا موازنة المبيعات تعتمد على العلاقة الرياضية التالية كمية المبيعات المتوقعة نضربه في سعر بالوحدة المتوقع تديني قيمة المبيعات المتوقعة بالعلاقة الرياضية يبقى كده أعدادنا موازنة المبيعات ثانيا موازنة المغزون السلعي أو مغزون إنتاج تم آخر المدة تعتمد على علاقة الرياضية بتقول ببدأ بكمية مبيعات الربع التالي أو غيره حسب معطيات التمرين كمية مبيعات الربع التالي أو يقول غيره الربع بعد التالي بعد بعد التالي واضربه في نسبة مقوية بتكون محددة في التمرين النسبة الموادية محددة في التمرين حاصل ضربهم يديني كمية المغزون السلعي آخر المد ثالثا موازنة الإنتاج أو برنامج الإنتاج تعتمد على العلاقة الرياضية التالية أبدأ بكمية المبيعات أجمع عليها مغزون إنتاج تام آخر المدة واطرح منها مغزون إنتاج تام أول المدة تطلع لي كمية أو برنامج الإنتاج اللي احنا عايزين نطلعه رابعا موازنة مغزون مواد دخام آخر المدة تعتمد على العلاقة الرياضية التالية كمية احتياجات الإنتاج في فرق من كمية الإنتاج اللي هي كانت هنا كمية الإنتاج اللي هنا كمية أو برنامج إنتاج وكمية احتياجات الإنتاج من المواد الخام للربع التالي أو غيره حسب بقى يقول لي هي كمية احتياجات الإنتاج من المواد الخام للربع التالي أو الربع بعد التالي أو بعد بعد التالي حسب ما يقول التمرين واضربها في نسبة محددة نسبة مقوية بتكون محددة في التمرين لما اضرب كمية احتياجات الانتاج من المواد الخام للربع التالي او غيره في النسبة المواد دي تطلع لكمية مغزون المواد اخر المد ونلاحظ ان كمية الاحتياجات دي تتحسب ازاي كمية احتياجات الانتاج من المواد الخام بتساوي كمية الانتاج اللي طلعناها من موازنة الانتاج كمية الانتاج دي اللي بتطلع من موازنة الانتاج في احتياجات الوحدة من المواد الخام دي بتكون معطا احتياجات الوحدة من المواد الخام بتكون مواطعة خامسا موازنة مشتريات المواد الخام تعتمد على العلاقة الرياضية التالية كمية الاحتياجات من المواد الخام أجمع لها مغزون مواد خام آخر المدة واطرح مغزون مواد خام أول المدة تطلع لي كمية المشتريات من المواد الخام أضرب كمية المشتريات ده في سعر شراء المواد الوحدة من المادة الخام تطلع لي تكلفة مشتريات المواد الخام سادسا موازنة العمل المباشر أو الأجور المباشرة تعتمد على العلاقة الرياضية التالية كمية الإنتاج حضربها في احتياجات واحدة الإنتاج من العمل المباشر احتياجات واحدة الإنتاج من العمل المباشر يديني إجمال الاحتياجات من العمل المباشر اللي بنكونون عليه إجمال الساعات إجمال الساعات ودي إحتياجات واحدة لتنتاج من العمل المباشر يعني ساعات مطلوبة للوحدة يعني كل واحدة عايزة كم ساعة لو ضربتها في كمية الانتاج يديني إجمال الساعات أضرب إجمال الساعات دي في معدل أجر الساعة تديني تكلفة العمل المباشر سابعا موازنة التكاليف الصناية غير المباشرة تعتمد على علاقة الرياضية اللي بتقول صاد بتسوى ألف زاد البقى سين هاي الصاد دي لها تكاليف غير المباشرة ألف دي التكلفة السابتة به تكلفة متغيرة للوحدة وسين حجم النشاط باستخدم اللاقة دي للفصل بين التكاليف المتغيرة والسبتة ثم ضرب التكاليف المتغيرة للوحدة في كمية الانتاج لتحديد التكاليف المتغيرة ثم جمعها مع التكاليف الثابتة المتوقعة ثامنا موزنة التكاليف البيعية تعتمد على تقدير المتغير والثابت منها تاسعا موزنة التكاليف الإدارية تعتمد على تقدير بنتها وجمعها